اخترت الحكومة الفلسطينية شركة التجارة الالكترونية الامريكية امازون بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي جاء ذلك عبر رسالة تم توجيهها الى شركة موقعة من وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد لاسيلي ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية عبر موقعها الالكترونية واعتبر الوزيران ان سياسة النقل التمييزية تشجع الجانب الاسرائيلية على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي كما وطالبا الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية واكدا انه في حال عدم تجاوبها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة وفقا للقانون الدولي